قال مسؤول أمريكي أن الفصائل المتحالفة مع إيران نفذت أكثر من سبعين هجوما على القوات الأمريكية في العراق والسورية وأشار المسؤول إلى أن سقوط خسائر بشرية كبيرة بصفوف القوات الأمريكية سيدخل واشنطن في مواجهة مفتوحة وصراع مدمر للمنطقة بأكملها ولا يعرف مدى توسعه أو كيفية السيطرة عليه وإيقافه وبيان المسؤول أن القوات الأمريكية قتلت عشر تابعين لفصيل معروف جرف الصخرة من بينهم قيادات لافتا إلى أن واشنطن تعمل على حماية قوتها وأن بيان إدانة الحكومة العراقية للهجوم على جرف الصخرة لا يمكن أن يوقف أي رد أمريكي مستقبلا وأضاف أن بعض الفصائل المدعومة من إيران جزء من الدولة العراقية من الناحية الفنية إلا أنها تعمل مرات كثيرة من خارج سلسلة القيادة موضحا أن السوداني أوضح للسفير رومانوسكي الأجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على القوات الأجنبية في العراق غير قانونية وتتعرض مع المصلحة الوطنية للعراق ترجمة نانسي قنقر